دعاء واحد يضمن لك النبي أن يذهب الله عنك الكرب بل إن النبي يتعهد أنه من دعا بهذا الدعاء سيذهب الله عنه الكرب الكرب هو الضيق هو ضيق العيش ضيق الحال الحزن القلق الاكتئاب يتضمن كل الاضطرابات النفسية كلمة الكرب تتضمن كل الاضطرابات النفسية قلة الرزق الاكتئاب الخوف الخوف من المستقبل الحزن كل هذه الاضطرابات تتضمنها كلمة واحدة هي الكرب دعاء واحد يفك الله كربك والنبي تعهد بذلك دعوني أولا أقرأ عليكم هذا الحديث العظيم أيها الأحبة ثم نتأمل هذه المعاني العظيمة النبي عليه الصلاة والسلام يقول دعوة ذنون أي سيدنا يونس عليه السلام التي دعا بها في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لم يدعو مسلم بها في كربة إلا استجاب الله له هذا الحديث رواه الحاكم وهو صحيح الإسند سبحان الله دعاء سيدنا ذنون وهو في بطن الحوت ما هو هذا الدعاء أيها الأحبة اذهبوا إلى سورة الأنبياء سيدنا ذنون كان في ظلمات البحر عندما رمي في البحر في ظلام الليل ونزل في أعماق البحر في ظلمات البحر فالتقمه الحوت طبعا قد يعجب إنسان كيف لحوت أن يلتهم إنسان ويبقى على قيد الحياة هناك نوع من الحيتان أيها الأحبة يسمى الحوت الأزرق وزن هذا الحوت 150 ألف كيلوغرام 150 ألف كيلوغرام وأكثر طبعا كم وزن الإنسان 70 أو 80 كيلو أو 100 كيلوغرام فبالنسبة للحوت 150 ألف كيلوغرام 100 كيلوغرام لقمة يتناولها وتدخل إلى بطنه بسهولة لأن قلب الحوت الأزرق أكبر من حجم الإنسان قلبه فقط فتصور كم حجم المعدة والفم وفتحة الفم وكذا يعني هذا الأمر من الناحية العلمية والمنطقية صحية يمكن لحوت أن يلتقم إنسان ثم يلفظه هذا الأمر صحيح علميا ولكن ما الذي حدث مع سيدنا يونس سيدنا يونس عليه السلام عندما وقع في هذه الكربة التي لا يستطيع أحد أن ينجيه منها ماذا قال لنذهب إلى سورة الأنبياء وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه ما معنى أن لن نقدر عليه أي لن نختبره لن نضيق عليه هذا هو المعنى وليس كما يظن البعض لن نقدر عليه أي لا نستطيع أن نقدر عليه أو لا نستطيع أن نمسك به أو هو خارج إرادة الله لا أخي الحبيب فأما الإنسان إذا مبتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما أعطاه الرزق يقول ربي أكرما وأما إذا مبتلاه فقدر عليه رزقه قدر ضيق عليه رزقه فيقول ربي أهانا إذن ظن سيدنا ذنون أن الله لن يضيق عليه لن يختبره لن يبتليه هذا هو المعنى فعندما دخل في بطن الحوت وفي هذه الظلمات دعا بكلمات قليلة جدا أقل من سطر كلمات قليلة جدا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين تسع كلمات فقط لا إله إلا أنت سبحانك هذه خمسة إني كنت من الظالمين هذا الدعاء أيها الأحبة فيه شفرة فيه معلومات مخزنة في داخله نحن لا نعلمها ولا نفقهها ولكن نتائجه معروفة أنه ينجيك من الكرب هذا الدعاء فيه طاقة خفية يتألف من تسع كلمات أربعة وأربعة وواحدة في النص دقيقوا معي أيها الأحبة لا إله إلا أنت اعتراف بوحدانية الله وأنه لا إله إلا الله وأنه لا يوجد إله يستطيع أن ينقذني من هذه الكرب إلا هو سبحانه وتعالى لا إله إلا أنت أربعة وكلمة في الوسط سبحانك تنزيه وتعظيم حاش لله أن يدعى فلا يستجيب أنزه الله الله تعالى سبحان الله يعني سبحان الله يعني الله قادر أن يستجيب دعاء من يستجيب إذا الله لم يستجب ثم أربع كلمات اعتراف بأنني ظلمت نفسي بأنني قصرت في حق الله بأنني كنت من الظالمين إني كنت من الظالمين أربعة إذن لا إله إلا أنت وهنا سبحانك كلمة فريدة في الوسط إني كنت من الظالمين انظروا إلى هذا هذه المنظومة الرقمية الرائعة أيها الأحبة دعاء متوازن يصف حالته يعترف أولا بوحدانية له أنه هو الإله القادر أن يرفع هذا الضر ثم ينزه الله بكلمة واحدة سبحانك تكفي سبحانك فيها معاني كثيرة معنى العلو والتنزيه التنزيه عن كل شيء عن النقائص عن الولد عن الضعف أنا أدعو إلها قويا سبحانه وتعالى إني كنت من الظالمين اعتراف بضعفي وظلمي لنفسي وقلة حيلتي طيب هذا الدعاء أيها الأحبة فيه طاقة خفية نحن لا نعلمها ولكن هذه الطاقة أنجت سيدنا يونس من بطن الحود والنبي والنبي تعهد أنه ما من مسلم وهو والصادق صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى ما من مسلم يقول هذه الكلمات أو هذا الدعاء الذي دعا به سيدنا يونس عليه السلام إلا استجاب الله له ونجاه من الكرب والغم فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين إذن الإيمان شرط مهم هنا أخي الحبيب ليستجيب الله دعائك الدعاء ليس مجرد ترديد كلمات مثل الببغاء أنت لست آلة ميكانيكية أنت تدعو إلها رحيما عظيما قادرا سبحانه وتعالى إله يسمعك إله سميع بصير قادر على كل شيء تدعوه بأسمائه الحسنى فيستجيب لك فأرجو من الأحبة الذين ضاق بهم الحال يتعرض لأي مشكلة أي كرب أي هم أي ضيق أي مشكلة لا تجد لها حلا ادعو بهذا الدعاء الذي تعهد نبي عليه الصلاة والسلام أن يستجاب لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنا وعنكم الوباء والبلاء والكرب إنه على كل شيء قدير وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته